كمان عايزين نبارك لأبطالنا طبعاً موسيماني والجهاز الفني وكل اللاعبين ومجلس الإدارة على الفوز الكبير جداً جداً بربعية على وفاق ستيف الجزائري في نصف نهائي البطولة الأفريقية وعايز أقف بس شوية عند الجزائية ديت عايز أقول أن الدور اللي قام به موسيماني واللعيبة في ظل طبعاً كان بعض الإخفاقات في الدور المصري أو الدور المحلي أعتقد الصورة كانت واضحة جداً جداً أن اللعيبة دي مركزة أن اللعيبة ديت عنها على البطولة الحداشر وإنجاز إن شاء الله بإذن الله يكون في صالح النادي الأهلي للحصول على زي ما بيقولوا الجوهرة الصمراء طبعاً الكأس الأفريقية للمرة التالتة على التوالي في إنجاز لم يحدث بعد كما عايز أقف عند المباراة ديت مش هتكلم عن الفنيات إن نادي الأهلي قام وقدم مباراة على أعلى مستوى على المستوى الهجومي على المستوى الدفاعي لكن خلينا نتكلم على نقطة مهمة جداً قبل المباراة ديت كان اجتماع كبير جداً واجتماع مهم جداً جداً قام به الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في اجتماع زي ما بنقول كده قاعدة قاعدة مصارحة قاعدها الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني واللعيبة واختصاراً للكلام الكابتن محمود الخطيب دايماً في المواقف الصعبة بيظهر وبيكون وأنا كنت لعب في نادي الأهلي وعارف أن القاعدة ديت أكيد كان لها أثر إيجابي على هذا الفوز الكبير هنتكلم على فنيات هنتكلم على أداء والأروع لفرقتنا كل اللعيبة في أفضل حالاتها مسماني في أفضل حالاته كان مهم جداً جداً هذه المباراة زي ما بقول لحضراتكم قابليها كان فيه بعض الإخفاق والانتقادات على المستوى الدوري المحلي لكن طبق جلسة الكابتن محمود الخطيب جلسة مصرحة بصراحة قال لهم بصراحة أنتوا في النادي الأهلي واللي ناسي الكلام ده إحنا بنفكره تاني النادي الأهلي وجمهيري النادي الأهلي أي بطولة أي بطولة بيخشها النادي الأهلي مطالب أن يأخذ هذه البطولة دي عادتنا ودي تقاليدنا واللي مش قادر على هذه الضغوط يقول إن أنا مش قادر كانت جلسة مصرحة بصراحة يعني كانت بشكل أكثر من رائع أعتقد كان لها شيء من الإجابية شيء كبير من الإجابية ليه تفوق اللعيبة شوية بلغة الكرة كده بيتفوق اللعيبة إحنا آه الدوري المصري ليست إحنا إن شاء الله حنتصدر هذا الدوري ولكن البطولة الأفريقية دي في حتة والدوري في حتة ولكن دايما جمهير النادي الأهلي والنادي الأهلي متعود إن لا بطولة تخرج عن دولاب النادي الأهلي فبنقول مبروك للنادي الأهلي أولا على مستوى النتيجة وكمعا على مستوى الأداء لعيبة مميزة جدا في هذه المباراة بدليل كمان التشكيلة المثالية لهذه الجولة يعني يتصدرها نجوم النادي الأهلي خمس لعيبة على مستوى التشكيلة الرئيسية في طبعا في هذه الجولة بنتكلم على الشناوي بنتكلم على علي معلول دي يونج حمد فتحي بيرسي تاو خمس لعبين خمسين في المية من التشكيلة أو يعني أفضل تشكيلة في هذه الجولة في الجولة السامي فاينال على مستوى البطولة الأفريقية يتصدرها نجوم النادي الأهلي وكمان بيرسي تاو هو اللاعب يعني أفضل لاعب في هذه الجولة فمهم جدا حضراتكو أن المباراة دي مرت بشكل أكثر من رائع نتيجة كبيرة جدا جدا واللي عجبني كمان التصريحات المسلماني بعد المباراة بيقولك لا لسه عندنا شوت تاني يعني طبعا حتى كل الناس بتتكلم خلاص أربعة صفر ولكن حضراتكو عارفين وكرة القدم ملهاش أمان ودي كمان رسالة بابعتها للعيبة النادي الأهلي اللي ممكن جدا بعض الأفكار يقولك خلاص المباراة هناك سهلة لا المباراة مازالت صعبة النادي الأهلي مطالب هناك كمان بكل التركيز تركيز شديد جدا في هذه المباراة إن إن شاء الله نعمل نتيجة كويسة ونعمل أداء كويس ونتواجد إن شاء الله في المباراة النهاية كل التوفيق لفرقتنا النادي الأهلي للحصول إن شاء الله على النجمة الحداشر على تشيرت النادي الأهلي ويكون إنجاز كبير بالحصول على البطولة الأفريقية ثلاث مرات على التويل ترجمة نانسي قنقر